للمرة الثالثة خلال أقل من خمسة أعوام يقوم الجيش باستعادة محافظة أبيان من تحت سطوة وسيطرة تنظيم القاعدة في لعبة أشبه بمطاردة الفأر والقط أبيان المحافظة التي ينتمي لها الرئيس هادي وكبار قيادات الجيش والدولة كانت دوما بوابة للصراع بين القوى المختلفة وإحدى بؤر التنفيس عن الصراعات تستمر المحافظة وسكانها في دفع فواتير غياب الدولة غالية من دماء أبنائها ومن بنيتها التحتية التي ما تلبث أن تبدأ في التنفس حتى تعود إليها رائحة البارود وألسنة النيران من جديد أبيان القريبة من السلطة البعيدة عن الاستقرار عرفت الجماعات الإرهابية باكرة حين شهدت أول عملية استهداف لسواح أجانب في عام 1998 وتسجيل أول ظهور لتنظيم القاعدة عبر بوابة جيش عدن أبيان الإسلامي خالد عبد النبي وطارق الفضل وجلال بلعيد وعشرات الأسماء الأخرى التي ارتبطت بشكل أو بآخر بالسلطة والأجهزة الأمنية للنظام السابق في عهد الرئيس المخلوع وتبوأت في الوقت ذاته مناصبا قيادية في التنظيم الإرهابي في أبيان تاريخ طويل من توظيف الناس في أبيان في عملية الصراع السياسي لم تنتهي في تسليم المحافظة لتنظيم القاعدة خلال السنوات الماضية لأكثر من ثلاث مرات وتصويرها كحاضنة شعبية للتنظيمات الإرهابية وهو ما جعلها إحدى مناطق تجمع العناصر الإرهابية ومن ثم استهدافهم من قبل الطائرات الأمريكية والحرب الدولية على الإرهاب التي سقط خلالها العديد من الأبرياء والضحايا المدنيين استعادة أبيان من بؤرة العنف والتطرف تحتاج أولا لعودة الدولة اليمنية واستعادة الشرعية ووجود استراتيجية واضحة للقضاء على الإرهاب وليس البحث عن نصر مؤقت ومن ثم العودة من جديد لنفس مربع الأزمة